سيدتي وسادتي السلام عليكم ومرحبا بكم من الجديد فيديو جديد على قناتي وقناتكم دكتورة إناس بوكري إذن مرة أخرى تحية طيبة لجميع المقاولين والمقاولات وحاملي المشاريع اللي تشوفونه موضوع اليوم سيخص العرض المالي الجديد باسمه كاب أكسس والذي أطلقه صندوق محمد السادس للاستثمار بشراكة مع تمويلكم وكذلك بشراكة مع مجموعة من الأبنك فالناس اللي مسمى بهذا الموضوع نبدأ على بركة الله إذن ابتداء من 2 أبريل سوف يفعل المنتوج المالي الجديد اللي اسمته كاب أكسس هذا المنتوج المالي يعني يهدف إلى تغطية الشركات الناجعة التي لست توفر على رأس المال الكافي اللي تقدر أنها تمدو الأبنك فهذا البرودوي يعني هو مخصص لـ PME دكوغ مخصص للشركات المالية الناجعة ويهدف إلى تغطية ثلث الديون التانوية وثلثي الديون البنكية فبالتالي مني كنقولوا أن هذا البرودوي موجه للشركات الناجعة فهو يستهدف بالخصوص الشركات اللي عندهم 1-3 سنين ديال لانسيانتي 1-3 سنين ديال التواجد العيني عندهم 1 الشيفخ ضفاق ولا 1 رقم معاملات محصور قطعا ما بين 10 مليون ديال الدرهم حتى الـ 500 مليون ديال الدرهم يعني هذا البرودوي هذا را مخصص لهذا الفئة هذه لـ PME اللي عندها 1 الشيفخ ضفاق ما بين 10 مليون ديال الدرهم حتى الـ 500 مليون ديال الدرهم وعندها يعني 1-3 سنين ديال حتى الـ 0-3 سنين ديال الدرهم اذا من بين الشروط كذلك هو أن هات الشركة هاتي اللي غدي تستفد من كاب اكسس ولا اللي يمكن لها أنها تستفد من كاب اكسس ما يكون عندها تشي ديكلاسمنت تشي أتار يعني ماشي هو هاداك في لسيركوي ديال ديال الإكزيستانس ديالها مع اي اذا المبلغ دياله يترواح من مليون ديال الدرهم حتى الـ 30 مليون ديال الدرهم وبطريقة مبسطة يعني 1-3 سنين ديال تمويلكم داكور يعني تمويلكم هي اللي كيكون عندها هاداك التلوت وجوجة الـ 3 سنين ديال ديال بنكار يعني من طرف البنكة داكور بالنسبة لنسبة الفائدة مع تمويلكم فكتكون لساعدة 5.5% اما النسبة الفائدة مع البنكة فكتكون نتالي كتنغوشيها مع البنكة ديالك سيدوكا باركا سينيغوشيابل داكور دونك بخصوص يعني المبلغ قلنا يترواح من مليون ديال الدرهم حتى الـ 30 مليون ديال الدرهم بخصوص للمتوريته ديال الكريدي أو للمدة الزمنية ديال الكريدي اه مع البنكة ديالك كتنغوشيها اما مع تمويلكم فكتكون تلت سنين اه 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 اضافية اه من المتوريته اللي تسهلك البنكة من المدة الزمنية اللي تسهلك البنكة ولكن شريطة انها لساعدة 12 لسانه داكور فكتعطيك المدة الزمنية البنكة هي الولى هاديك المدة مع البنكة مرة اخرى كتكون تلت سنين اه اضافية على المتوريته ديال البنكة او للمدة الزمنية اللي اعطات لك البنكة ولكن شريطة انها لا تساعدة 12 اه يعني 12 سنة اه اطناش لعام دونك اما بالنسبة الديفاغي او للمدة اللي كتكون عندك في اللول قبل ما تخلص التريطة يعني سغلوشان كيكون عندك واحد المدة ديال الديفاغي هاديك المدة مع البنكة مرة اخرى كتكون نيغوشيابل اما معه بالنسبة لطولة ديال تمويلكم فكتكون جوج ديال المرات لدورة ديال الديفاغي اللي اعطات لك البنكة ديالك ولكن مرة اخرى سان ديباسي سنكون يعني هاديك هي الماكسيمة فتم توقيع من طرف 11 البنك وكانت واحدة مساهمة فعالة من طرف تمويلكم هاد العرض المالي الجديد كتميزو فيه ولا كتستفدو فيه من فترة اعفاء من الاداء اللي هو واحد ديفاري مزيان موحد مدة ديال تسديد موطولة كيما قلنا ان سان ديباسي دوزان دونك موحد المدة ديال تسديد موطولة ولمن الى ديال السينة الى ديال السينة اللي باهم ففما كيخرج شي عرض مالي جديد كنقشو في القناة نقشنا مسبقا انطلاق نقشنا كذلك يعني العروض اللي كسوفرها ليندأش على سبيل المثال اكيد كل عرض مالي والفئة المستهدفة دياله فهناي الفئة المستهدفة هي الشركات الناجعة اللي عندها شفر ضفر ما بين عشارة المليون ديال ترهم وخمسمائة مليون ديال ترهم وبرمي اللي كلوز كذلك اللي كتسني اليوم الشركة هي الريسبيت دو سيغتين كلوز يعني انفيرونمنطال يعني احترام بعد المعايير يعني البيئية او المجتمائية كذلك اللي دخلة في اللي كلوز ديال كاباكسس فولا الاخوان والاخوات كي تتضح لي انني هضرت على مختلف الجوانب العرض المالي من ام مليون ديال حتى ثلاثين مليون ديال ترهم يعني اه لوتود انتغي كتنغوسيها مع البنكا ديالك ولا نسبة الفائدة كتنغوسيها مع البنكا ديالك اه وبالنسبة لبارتي ديال تمويلكم فلا تسعدة خمسة فاصلة خمسة في المياه اما بنسبة يعني المدة الزمنية فا اه كتنغوسيها مع البنكا مرة اخرى اما بالنسبة للباقتلية ديال التولوت ديال تمويلكم فكتكون تلت سنين اضافية للمدة اللي عدتها لك البنكة بلا ما انكم تدوزوا 12 العام فهد شي كامل بطبيعة الحال داروا صندوق محمد السادس الاستثمار اللي طول في امر سيدنا اكيد من اجل تحفيز الاستثمار في المغرب وخصوصا الاستثمار ديال القطاع الخاص حيتاش كين حاليا الاستثمار ديال القطاع يعني العام اكتر من الاستثمار ديال القطاع الخاص فكانوا بزاف دياليزي نيسياتيف حالا شخص دانفستيسمان ويأتي كاليام الاليات من اجل يعني اعطاء النفذ الجديد كذلك الشركات الناجعة فلا نتمنى نكون جاوب ثلاث تساؤلات ديالكم انا كنبقى رهن الاشارة ديالكم مستقبليا وكذلك في التعليقات سبارك الله عليكم وانطلقوا فيديو مقبل ان شاء الله غد نتنكم على مختلف مواقع التواصل الشيما ايديالي يعني فيسبوك صفحة رسمية وليس بحساب انستغرام باش نبقى وكونكتي يعني بطريقة يومية وكذلك لينك لين الى بغيتو تلتحقوا بلغيزو بخوفيسيونال ايديالي تحية طيبة والى اللقاء اذا معلومة اضافية كذلك بالنسبة او بخصوص الانشطة التي لا تستهدف ولا لا يمكنها الاستفادة من كاب اكسس فهناك قطاع الانعاش العقاري هناك كذلك قطاع يعني المشروبات الكحولية التبغة الالعاب الحض وكذلك صيد في اعالي البحاف والانعاش العقاري فهدو انتاج الاسلحة فهدو كاملين قطاعات اللي ما يمكن لهمش يستفدوا من كاب اكسس كانت هذه الاشارة فقط وليعطاء الصورة اوضح واوثر